طب ريان بين انه عشت السرطان مع امك وبين انك انت عشته شو الفرق؟ اول شي انا خسرت امي يعني ما كانت انه اذا بديك تقولي يعني انه انا هايدي التجربة كنت اول شي مرتاحة انه لا مثلا انه الوالدي خلصت انا كمان رح خلص لا الوالدي كان انه للأسف انه خسرناها كانت تجربة صعبة وهيدي التجربة صعبة بس انا باعتبر انه زعلي وقتا كان اكبر من هلا من انا الشخصي لانه انا هلا اليوم بقلهم انه شو اللي اصعب واحد يخسر ام او يخسر كلوي بس كان ممكن تخسر لا سموح لحياتك لانه هيدا سرطان ما فكرت بهك فكرت فكرت بس هيدا مش شيء رفضنا كانت بتكون يعني الانسان المؤمن نحنا انا كشاب مسيحي ونحنا منروح على الكنيسة انه حتى عند المسيحية وعند الاسلام نحنا عندنا القيامة نحنا من امن انه في حياة بعد الموت فاذا نحنا منصلك اليوم ومنصوم ومنروح منصلي بالكنيسة او بالجامع او اما كان لانه نحنا منقول في حياة بعد الموت يعني الانسان اذا مؤمن فعلا بده يسلم لهيدا الشي مش بالحكي وانا بكل صراحة وقتا عرفت بعيدا المرض ما قلت له يا رب شفيني قلت له ليتاكم مشيئتك اذا بدك انا بقى اذا ما بدك انا بقى خدمي كيف ما طلبت الشفاء؟ يعني نحنا اول شي انه دخيلك يا رب شفيني ليش؟ بده الخلاص؟ بده عيش؟ لا 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 بده عيش ما بده موت؟ انا بالعكس لانه بكون اناني بحس اذا طلبتك بكون مصلحجة مصلحجة؟ ايه ليش بده يشفيني وما بده يشفي غيري مثلا؟ يشفيني ويشفي غيري؟ يارات يعني ليش في غيري قبل ما يشفي غيري؟ بس مش انه اذا اعتبري انا هادا المرض كان متفشي وكنت بمرحلة متقدمة وماش فيت يعني ربنا مش منيح ومش موجود شرح لي ليه انت ما قلت له يا رب شفيني؟ لانه هو بيعرف شو بدي عمل مش انا بدي اقول له شو بدي عمل بس انت شو كان بدك؟ انه كل انسان بده يشفى اكيد انا ليش حرابت؟ انا ليش ما استسلمت؟ الانسان بالاخر حياة عزيزة عليه بس في شي اكبر منا واقوى منا والي هو ربنا وماشيقة ربنا يعني نحنا اليوم بدنا نعمل الي علينا وبدنا نحارب واكيد انا كان في ايد ما اسكتني وعم بتساعدني الي ايد ربنا بس اذا هو عشيقته انه انا ما ابقب هالدني ما في انا اتجبر عليه ما في اجمل من انه نحنا نسلم امورنا لربنا وهو يتكفل فينا موسيقى موسيقى موسيقى